رحمة الله وبركاته أول تعليق من الأهل على عقوبة كهربا في أول رد فعل من النادي الأهل على العقوبة الموقعة على محمود عبد المنام كهربا لعب الفريق الأحمر ولعب زمالك السابق الهارب هذه العقوبة التي أعلنتها لجنة الانضباط منذ قليل بإيقافه لمدد 18 مبارأ بسبب ما بدر منه خلال مباراة القمة الأخيرة بين القطبين الأهل يعلن منذ قليل عن تسلمهم رسميا اختار بعقوبة اللاب وهي الإيقاف لمدة 12 مباراة إلى جانب غرامة مليون جنيه على اللاب وأكد النادي الأهل أن هناك اجتمال عاجل لمجلس إدارة الأهل لبحث الموقف وبحث الملف وتقديم السيناف على القرار ما تبرين أن القرار قاسي ولهذا سيتم الطعن عليه وهناك تنميح من بعيد بعد أمخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 5 مايو القادم الجديد بالذكرى أن مظر في اتحاد القرى المصري أكد أنهم تسلموا اختار بالعقوبة وأنه في حالة التزلم سيتم الإيقاف له نظر الطعام